تبدو السياسات الامريكية في الشرق الاوسط على ابواب مرحلة جديدة بعد الاندفاعية التي غلبت على استراتيجية ادارة دونالد ترامب في المنطقة اذ يرى خبراء ان التصعيد من جانب طهران وخاصة في زيادة تنظيب اليورانيوم سيعقد الموقف اكثر وقد يوصل تعنى الطهران هذا واشنطن الى اتخاذ خطوات غير متوقعة من منطلق القانون الفيزيائي القائل لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه اذا مقتضت هذه المصلحة للذهاب بحوار مباشر مع ايران وتقديم تنازلات او مرونة لكي يصل الطرفان الى اتفاق معين ستذهب امريكا الى ذلك ونتيجة الردود الفعل المتسرعة من الجانب الايراني ودعوت الى زيادة تخصيب اليورانيوم الى 20% يعني اسهم في تجديد الموقف الامريكي وتجديد الموقف الاوروبي اخرون من الخبراء يرون ان ادارة بايدن ستتعامل مع تعنت طهران بدبلوماسية اكبر وبصبر اعلى ويتوقعون ان تلجأ واشنطن الى سياسة النفس الطويل مع طهران التي قابت قوسين او ادنى من جر النفس الاخير خاصة مع تكالب الازمات الداخلية والعقوبات والعزل المفروض عليها منذ سنوات بايدن مصر على استخدام دبلوماسية لتقييد التوسع والنفوذ الايراني خصوصا في المجال النووي لكن المشكلة التي تعترض الان سير الاتفاق هل يبقى الاتفاق على ما كان هناك شروط جديدة تريد الولايات المتحدة الامريكية املأها على ايران هذا هو الخلاف لكن من حيث المبدأ اعتقد هناك عودة سريعة لهذا الاتفاق ما بين حكومة الولايات المتحدة الامريكية وايران وما بين تعنط طهران المستمر وتمردها على المجتمع الدولي من جهة وسياسة واشنطن المندفعة تارة والحذرة تارة اخرى من جهة تانية تبقى الفرصة الاخيرة كما وصفها البيت الابيض متاحة امام طهران فهل ستنتهزها طهران هذه المرة ام ان عليها الاستمرار في عنادها وتعنتها كما كانت ولا تزال ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا